تواصل مصر جهودها لإغاثة الأشقاء الفلسطينية جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من تسعة أشهر وتولي السلطات اهتماما كبيرا برعاية الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كافة سبل الدعم لهم حيث استقبل مستشفى العريش أكثر من سبعمائة ما بين مريض وجريح فلسطينية هنا داخل هذه الغرفة التي تحمل رقم 11 بمستشفى العريش العام يلقد الطفل الفلسطيني حسن عزيز ويلم والذي بمجرد النظر إليه تأتي إليك الابتسامة من خفة ظله وحركاته وقفزاته المليئة بالطفولة كان دايما حسن دايما صدر طعبان لأنه يعني الأنبوبة دايما صدر كان التهابات في الصدر ودايما وظائف الكلا عنده عالية فكان دايما في مستشفى طعبان فطلعنا تحويل الحمد لله يوم 27 أربعة طلعت أنا وحسن بس لحالنا وبنات ضلهم في الزوايدة عند أبوهن هل جيت حسن إحنا إنها جيت الشهرين ونص تقريبا حسن سويلم الذي يبلغ من العمر عاما وثلاثة أشهر جاءت به والدته من غزة إلى مدينة العريش المصرية بحثا عن علاج لطفلها الذي يعاني من أزمات في الجهاز التنفسي والبولية لم يجد لها حلا بسبب انهيار المنظومة الصحية الفلسطينية جراء العدوين الإسرائيلية استشفى العريشة الحمد لله الخدمة حلوة النظفة حلوة التمريد على سلامتهم كلهم للأمانة يعني كل الشي هنا حلو يعني متاح موجود يعني محتاج عملية منظار دقيقة عشان يشوف الغضروفتن يعني تنشال بدها عملية دقيقة لأنه في عندك أحبال صوتية ومش أي دكتور ممكن يعملها لأنه العملية يعني دقيقة جدا وإن شاء الله يارب منقدر نعملها ويتخلى حسن عن الأنبوبة ويرجع يتنفس طبيعي ويرجع يحكي وبرضو مشاكل كلا برضو بدها منظار هي هاجتها في فتحة في بطنه عملت في غزة عشان يتخفف الضغط في الكيتين يحظى هذا الطفل بحب الجميع الذي يسهرون على خدمته ويعملون بكل طاقة وإمكانيات لتقديم كل الدعم الطبي والنفسي له والوالدته والملاء فهو في حماية ورعاية وطنه الثاني الذي لا يدخر جهدا في تسخير كل ما لديه لخدمة الأشقاء الفلسطينيين أنا ما سمعتش صوته أنا نفسه أسمع صوته يعني هو بحاول هو هاي هل جيتها بسرخ معاك جاعده وبدو يحكي بس ما فيش صوت فإن شاء الله يا رب هيك أسمع صوته إن شاء الله يا رب أسمع صوته عن قريب يا رب تأمل والدة حسن في تحسن حالة طفلها ليحيا حياة كأي طفل طبيعي فما أجملكم يا أطفال غزة صامدون حتى وإن كنتم صغارا محمد الخطيب التلفزيون المصري